السلام عليكم اسمي رضا حسن و هذا هو الفينتشات الفينتشات البرنامج اللي أجيب فيه ضيوف أنا أحسهم مثيرين للاهتمام أجلس معهم أصولك معهم أتكلم إياهم أتعلم منهم ويتعلموا مني هذه ما هي إنتروفي ما هي مقابلة هذه جلسة دردشة لا أقل ولا أكثر إن شاء الله خلال هذه السلسلة الكاملة راح نشوف ضيوف جداً جداً مثيرين للاهتمام و راح يعجبوكم كثر ما هم يعجبوني و راح نستمتع و نتعلم و نضحك و نفل و كل حاجة و عشان لا تقولي لنا أنا تغيرت عليكم رضا كبرو تغير علينا و صد جايبك أنا بخضرة و حالة نقل اللمبة بعدها ما تشتغل أول حاجة أبغل أقدم شكر جزيل إلى ستوديو ماس على البروديكشن الرهيب إلى إنفينتشات شكراً لكم بشأن الحلقة هذه و إن شاء الله حلقات زيادة في المستقبل و بالأخص عبدالعزيز لتواجري برودوسر أحبك يا براث أوكي الحين نقدر نبدي قصة اليوم إنسان عزيز على قلبي الدكتور توفيق العاشور توفيق عاشور حاصر إلى الدكتورة في خلنا أقرأ عليكم لأن السي في حقه ست صفحات يبغى لي أقراها كلها من الجوال لأنا مستحيل أقدر أقولها زي كده لأن أنا يعني أنا واحد زائد واحد صعب أحفظها وإن س العلقات في المستقبل وإن س يدكتورة في المستقبل وإن أقرأي طريق العزيز من الجواليين التي نشرها من الصحف و ما يسمونها الأوراق التي تم نشرها الأوراق الجامعية الدرانسية دعني أقول لكم يا عمر يجب أن أبدأ يعني فواجد طيب لكن أنا ليس فقط داعي أن يأتي ويتكلم معي في البودكاست عشان أنه هو دكتور توفيق صديقي أنا أعرفه من فترة طويلة لكن كانت معرفتنا سطحية ما كنا نعرف بعض كفاية وأنا رحت سافرت وعشت في مكان وهو سافر وعاش في مكان ودرس وهو حصل الدكتورة وأنا قبل الموت حصلت البكاريوس وراجعت بعد ذلك الحياة جمعتنا مع بعض وجلسنا مع بعض وصولفنا مع بعض وشفنا أن هناك أشياء واجد مشتركة بيني وبيني هناك أشياء واجد مرة محتمين بها بنفس الشيء عندنا التفكيرنا متشابه فبما أنه عند دكتورة وعندك كل هذه المعلومات هادي ومدرس كل شيء وأنا كمخة وأبغى أتعلم في الحياة فأنا مرة متحمس أن أجلس معه وسولف ويا وإن شاء الله راح نستفيد ونتعلم ونضحك ونفل وانتوا تستفيدوا وتتعلموا وتضحكوا وتستانسوا إيانا يعني وإذا ما أعجبكم لا يعجبكم ترى أيضاً أنا أحبك كثيراً إن شاء الله يعجبكم طيب أول شيء نسجلنا تقريباً ساعة ونص وكان الميكروفون مطفى ياخي خشينا في مواضيع مرة رهيبة ترى بس أيضاً هذا جيد نسألكم مرة ثانية لأنني نتوفيق نحبكم أوكي توفيق أول حاجة أنت رسلت لي السي بي حقك والسي بي حقك كانت ست صفحات أوكي والتي تأخذ لي يومين عشان أقره السي بي حقك واللي لاحظت أكثر شيء لاحظت أكثر من دراسة وأكثر من بيبر أنت تكلمت فيها أوكي تتكلمت عن تكلمت عن وعن كيف الناس تعطي معلوماتها إلك وعن الخصوصية يعني خصوصية الناس وش قد الناس كيف أن يعطوا معلومات إلك في الإنستجرام وغيرها كيف نحن نعطي للشركات دي معلوماتنا ف ليش ما عندك إنستجرام وهل إحنا بهايم إن إحنا إنستجرام هذا السؤال اللي طرحنا بس ليش أنت ما عندك إنستجرام وترى على فكرة بتأخذ الأول ما جاوبني ترى مش على الموضوع صح فالحين أنا أفغى أحفر زيادة أنت ليش ما عندك إنستجرام في ريسورس بالمخ أوكي الطاقة الفكرية أنا قررت سواء كونشيسلي أو سوب كونشيسلي إن تسمعني هذا لازم ناخد صوت هالمرة طيب دقيقة نحن نجد أن نتحرك بوابون لا بد أن يكون شيء منتهي أوكي طيب فهذه الطاقة الفكرية الخلنا نقول المخ محدودة المخ محدودة هادي الطاقة. وخلنا شوف أبغلك شيء. خلينا حاول نتكلم عربي. قدما نتكلم عربي. نتكلم عربي. الطاقة الحسابية والحوسبية. ما أدروا ايش تسموه. انت ترجم لي. في كيفية ترجم لنا؟ فمحدودة هادي الطاقة اللي موجودة عندك محدودة. فأنا سواء بشكل واعي أو تحت الواعي أو غير الواعي. من الأول ما طلع الانستجرام. ممكن مخي قال لي لا تستخدم الانستجرام. انت وفر هذا الريسورس إلى شيء ثاني. أنا وردي أستخدم الفيسبوك تويتر. تويترتوني أستخدمه قبل شهر. يمكن قررت أسوي. موجود عندي مزوان بس ما مفتحته أبدا. كان عندي أكاونت وقلت الحين. ربما هو الوقت. لديه المسيج في تويتر البلاتفورمي إلى الثيم الخاص. أكتب أنا في الفيسبوك واللينكدين. عندي سناب شات. قال لي لا أستخدمه بس عندي أكاونت. طيب واي انستجرام وإليش الانستجرام بداته وإليه؟ انستجرام فيه تومتش فيه وكزات على قولتهم. نج. نج. قلت بقى نترجم ولا لا؟ نترجم لأخب وكزات شاب. آني وكزة أوكي. فالواكزات اللي فيه تخليك تستثمر وقت فيه ووقت وطاقة. آخر. دعنا نرجع إلى الطاقة اللي قلت عنها من البداية. هذا تصميم البلاتفورم نفسه الانستجرام. هندسة الخيارات فيه راح تخليك تستثمر الوقت هذا الريسورس فيه وما تستثمره في حاجة ثانية. فبالتالي أنا أخسر هذا الريسورس في هذا الشيء. مو أخسر أنا بس أمتع فيه. بس بكون عندي وقت وطاقة أقل أوفرها إلى الحاجات الثانية اللي في حياتي. فأنا شوف قررت كده ومع الوقت ما شفت أني أحتاج أغير هذا الشيء. طيب لأيقى هل أنت أورادي استخدمت انستجرام قبل فترة بعين سحاب تعليم؟ لا. أبداً ما دخلت فيك. لأن شوف زي اللي قلت لك يا قبل على أن انستجرام بالنسبة لي بايدو وي يعني just to give you some news أن ترى صحيح هو أكثر شي بيستهلك وقت. لك مرة يستهلك وقت بشكل مو طبيعي. والمشكلة أنه أنا حين خليت شغلي على انستجرام. وكي أنا يوجد يوتيوب ويوجد تيك توك حتى حتى أفضل في هالشي هذا. لكن انستجرام عن جد يستنزف وقت مو طبيعي. ولترلي أنا شغلي على انستجرام. شغلي شغلي عشر ديائق لربع ساعة. البقائي كله بس. حلو أنك أنت بس قريت الداتا وقلتيني هذا شي مولي. هذا الشكل بيضيع وقتي وسحب تعليم. كنت ما أعرف زي ما قلت لك أن يمكن هذا كان العقل التحت الواعي. بس كيف تحس نفسك كول؟ هذه كيب اوب والنيوز. شوف واش صاير. المهم مثلا خلنا نعطيه اكسبرمنت. خلنا نقول نجيب مجموعة نعطيهم الفيسبوك. نقول لهم السيناريو هذا الفيسبوك فتح الفيسبوك حقك. وسوي سكرول داون از متش از يو وانت. ونجيب مجموعة ثانية نقول لهم فتح الانستجرام. وسكرول داون از متش از يو وانت. ونقول لهم طبعا هذا في واحد من البحوث انا اشتغلت عليه. لحن ما خلصت. نزم عندهم قبل خمس سنوات او ست سنوات. أول بحث طب حسيت اني عم دون سم شيت. فكريا او خلنا نقول ثيري اللي. النظرية اللي تشرح واش اللي قاعد يصير. والله اسمه ال. انت فكريا انت. داخل في. هادي التجربة. فحن نجي لديه الفيسبوك. الاسمشن هني الافتراض. ان الانستجرام بيخليك تنغرس في. الفيسبوك بيخليك تنغرس في. بس باقل مستوى مقارنة بالانستجرام. فلما نجيب المجموعتين هذي. نقول لهم scroll down as much as you want. البردكشن حق هذه النظرية بيقول. احتمال كبير ان في الفيسبوك يسوي scroll down الى مرحلة. او اقل قدرا من scrolling down اللي يصير في مجموعة الانستجرام. لان انستجرام في معتمد على الفيجولز بشكل كبير. اللي هو المرئيات. المرئيات. ففي الصور والفيديوز. وحتى انا ما استخدم انستجرام بس اعطي نوت. تدخل على صفحة وتشوف ي scroll down. صور فاقعة كده. فيها حتى الالوان تلعب دورها. ان تخليك immersive. او خليك تنغرس فيها بشكل سريع. عشان كده هم المجموعة. المجموعة هذه اللي في الانستجرام احتمال كبير. يسوي scrolling اكثر من المجموعة اللي في الفيسبوك. بس الشي الغريب يعني ان اول حاجة الفيسبوك يعني هو الاونر حق الانستجرام. ايه. والفيسبوك قاعد يشوف ان هالشي هذا مرة يفكتب قاعد ينفع في الانستجرام. وما قاعد يطبقى في الفيسبوك. انا بيني وبينيك الفيسبوك صرت ما استخدمها ابدا. اوه. وما احس نفسي ان انا انجذب. لما ادخل فيه احس كل اشياء ما ادخلني. يمكن لان انا ما استخدمه اوه. فالالغرثم ما تدري عني ولا اوه. لا. بس كل ما ادخل. من ناحية الداتا. لا تتكلم. لدي كل ما ادخل. حتى ما قاسها فيه يعرفه صحيح. مثال بعطي كتسب بزنس موديل. في النهاية بتعرف موضوع المعسل. في الاول كانت تفاحتين وباشا صح. اه. ما ادري اول شي او الظاهر اول شي جالباشا بعدين جالت تفاحتين تاريخيا. اكا. اثنتين هم نفس الشركة. ليش اه. اوكي الطعم مختلف شوية بس شبه متشابه. لو تجيب واحد ما جرب لاثنين من قبل يقول لك اثنين هم نفس الشي. حتى لو تعطيه شم يقول نفس الشي احتمال كبير. ما يعرف للمعسل. الشركة نفسها سوت المنتج الثاني هذا عشان تحط منتج ينافس منتج موجود عدها. فبالتالي ترفع الربانيوز بشكل عام عدها. وتقلل المنافسة اللي تجي من بره. نفس الموديل بتقدر تقول. بطريقة. طرعا مو هينين يعني حق المعسل. طيب. والله this is so crazy. انا. اوكي شوف. اللي تكلمنا فيه قبل. انه. خلني يو خلني اخذ هذا الشي من حالة ثاني. اللي هو. اكثر الاشياء اللي تتكلمت عنها كانت تتكلم عن نفس الشي قلت لك عن privacy. وعنش قد احنا قاعد نعطي معلومات. اه. وانت في مرة تكلمت اياي عن شركة. انه بتعطيك تدفع لك فلوس. عنك انت. يعني نورادي احنا قاعد نعطي انستجرام الحين قاعد نعطيه معلوماتنا. قاعد نعطيه برودكت لترلي قاعد نقدم ليه احنا. انت شغال الى الانستجرام واللينكدين. لترلي انا موظف في الانستجرام. وما قاعد ندفع لي فلوس الا اشقد انا تعب على نفسي عاد والله واستخدم الانستجرام. هذا يمكن اطلع منه فلوس. خلنا نقول انت ما تطلع فلوس من الانستجرام بس تستخدمه. انت قاعد تشتغل الى. هو انت تدفع لك عنك. تعطيه الباور هذه المان باور. او الوومن باور. هو ما يدفع لك فلوس يدفع لك حاجة تانية. يدفع لك الخيمة المعنوية انك تستامس تشوف حاجات كده تعجبك. خلاص فيه سايكولوجيكال بنيفت هذي. الفيلين. والمعلومات اللي تحصلها من المواقع هذي. فهو قاعد يدفعها لك. هذا يقدر خلنا نقول. واشي اارجيو. اارجيو انه هو قاعد يعطيك فايدة. وهو صحيح حقيقة قاعد يعطيك فايدة. بس واش سؤالك؟ انه الحين هل تحس. الاوزون. اوزون اي اي اي. الشركة الاوزون. بلو تقرب المايك اكثر لك. هل تحس هذا بيكون اصلا بزنس موضل ناجح؟ هل شركة اوزون بتنجح؟ شركة اوزون نهي تقولك انا بتفعلك فلوس على الداتا. بصورك سوشال ميديا؟ لا ما اقال او سوي سوشال ميديا. انا هذا اللي استغربت منه. ليش ما سووا السوشال. ايش انا اي بليف انه لما تحط السوشال فاكتر في انتراكشن. واتساب. سوشال كومينيكيشن. تطلع فوق. لما ما تحط السوشال ما بتشتغل مزبوط. جوجل نجح في هذا الشي بدون السوشال. شيت. جوجل انت مات. انت مات كومينيكيشن. صح صح. نجح. نجح. بس. واتساب فيسبوك اعتمدوا على السوشال فاكتر. اللي هو عرف من الاساس هذا ان احنا الانسان. بس خلاص صار سوشال ايجنت. وعرفنا ان هذا الترك حقه. ما تحط السوشال فاكتر في الموضوع. تقدر تنجح البزنس موديل حقك. في هذا العالم الرقمي. فوزون AI. ايه لا. ايه موقع. يقول لك احنا ساين اب. وراح مساويين سيستم. انك مثلا تعبي سيرفيز خفيفة كده اسئلة يسألك تحب انفينت ولا لا. تحب ايه المجموعة. تحب الوش الموفيز اللي تحبها. تجاوب الاسئلة هذي يعطوك كردت. سيستم. تجاوب هذي البزنس. لا. هذه الأسئلة بس يقول لك احنا بنعرف الرغبات. وحنا من. لان انت في السوشال ميديا انت عطيت الرغبات لما نسوي كليك. لايك. على شي معين. انستغرام يعرف انك تحب الكوفي المعين. فيعرف البرفرنس حقك. ووزون قال لك بس ما يعطيك فلوس عليه. يعطيك حاجة ثانية. ووزون يقول لك احنا لما نعرف البرفرنس حقك ما نعطيك بدأة كاش. واحنا من وين من جيب الكاش من ال الديتا بروكرز. الترجم. بيسوي دراسات بها بيسكلي. لا ما بيسوي دراسات. بيبيعوها الى الناس اللي يحتاجوا الديتا عشان يبيعو لك. ايه. فيخلي يعطيهم الديلة الادفرتيزر اللي محتاجين هاد الداتا. والادفرتيزر بيعطي فلوس الى وزن فانت تحصل بعض الفلوس هادى. موكي. هل تحس هادة بزنس موديل بينجح؟ لا أعتقد ذلك. حاليا بالحالة توهم بادين هم ما صار لهم حتى. برايك ثرو في الموضوع. نتأكد نه محد يدرع عنا يدرعوا عنا يه. ما حد يدرع عني هم. هو كان ايديا كده كان في زي الحكاثون والحاجات هادى. وهادى جت الايديا وفيه سبونسور زيا. حتى سي او يعني اكس جوجل او 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 اكس في اسبوك امبلوي. هو الفي الاي مينيجمنت ذا برو. بس ممكن يغيروا في المستقبل يجيبوا لك نيو ايديا تخلي افروان زي التك توك مثلا بس جابه بقالب معين وخلى الناس ينغرسوا فيه فإذا اوزون اي اي هذا الشركة قدرت توصل الى الفاكتور هذا يتول بوم خصوصا الناس احنا يلاحظوا ان احنا قاعدين نخسر احنا قاعدين نشتغل الى هذي الشركات بالداتا حقنا خلاص انتهى القيمة المعنوية هذي الفرح والمعلومات في موضوع على موضوع الـ متعلق حتى بالحريم والرجال حتى نقدر نتطبق على المجتمع عدنا في السعودية ليش المرة مغطية مدة سنين والحين ليش لما شلنا التغطية هذي عليها بصير مشاكل نقدر نرجع الى بس هنا نرجع الى الـ الـ اوزون خلاص انتهت القيمة مو انتهت خفت القيمة بالنسبة لي قيمة الفرح والـ الـ 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 فانحنا نبغى شي قيمة اعلى فانحنا نجد الفلوس اعطيني فلوس لان خلاص انا اولا استحلقت القيمة اللي عطيتني اياها انت اول شي احتاجي لقيمة اسمة منها تبغى تبقى على اللصاير في عدنا في السعودية خلنا ناخد موضوع المرأة والرجل الحين الـ ان اي شي تغطي انت قاعد تعطيه امان طيب خلنا نقول عندك سبيكة الذهب تحطها فوانا في صندوق سيف باكس ليش تحطها في صندوق عشان لاحظت غيرك ياخدها ايه ليش العلوش اللي مو غفن نزيل لان it has value it has high value قيمتها عالية تحافظ عليها عندك طفل صغير تحافظ عليه تبغى توفر الامان الى دي السبيكة هذا من ناحية السكيرتي وهذا متعلق بالشغل اللي اشتغلت السكيرتي توفر بس هو في الحقيقة انت سكير السبيكة انت قاعد في البيت انت سكير فالسبيكة تقدر تحطها في اي مكان انت واثق خلنا نقول انت الوحيد اللي عايش في البيت السبيكة المفروض تحطها في اي مكان عادي توفرت السكيرتي انت قاعد في مكان سكير يرأسيوم انها سكير هو اكثر خصوصية اكثر من امان الخصوصية هني انت غطيتها القيمة الضل عالية اساسا السبيكة يمكن لو تحطها برا مو في السيف باكس اتقل قيمتها المعنوية في مخك طيب السبيكة هنحط تغطيناها اوكي لما تطلعها خاص بيجي الوقت انها تبغى تستخدم الفاليو هادي لما بيجي تستخدم الفاليو بتروح على طول you wanna go and hit it فتطلع هادي تروح تبيح وتاخد الفلوس أو whatever تستخدم الفاليو اللي موجودة في السبيكة هادي وهيش منظوري هادي الشخص وناس واجدك يختلفوا اياي وناس يتفقوا بغض النظر فاللي صاير الحين ننفتاح في مجتمعنا which is something I'm very happy with بغض النظر عن الاختلافات بين وبين مجتمعي المرأة طلت مغطية فترة خلنا ناخد الاربعين سنة أو الخمسين سنة الماضية بغض النظر عن الماضي اللي قبل كان العرف مختلف فنناخد احنا عشنا عشنا في هذا الوقت فزي سبيكة الدهب مو بس المرأة حتى الرجال زي سبيكة الدهب بس لأن غطينا أو المرأة تغطت بشكل أكبر فقيمتها صارت أعلى من قيمة الرجال من ناحية العلاقات الاجتماعية وتقدر تدخل فيها العلاقات الأخرى الجنسية وغير الجنسية المهم أن الأوبجيكت هذا الإنسان قيمته زادت وهو مصدر للحياة في النهاية الحياة الإنسان الريبرودكشن سيستم ما يشتغل بدون المرأة أو بدون الرجال بس الرجال عنده عنده أقل غطاء صح فصار الباور مختلف شوية صار القيمة هناك أعلى حتى نروح هل تقعد قول الحين بما أن بد إن شاء الغطاء عن قطعة الذهب هذه فالحين حاليا يزيد قيمتها فبسيكلي يقول الحين إن بما أن المرأة صارت بدت يخف صارفة الغطاء بدت يصير بدت تطلع قيمتها أكثر لأن هي قردت تغطت سنوات طويلة القيمة زادت القيمة زادت لما تغطي يتوفر مثلا الواين يخلوه سنين صح تزيد قيمتها أنا أريد أعرف الحين أنا أذهب قيمتها ارتفعت فلما تطلع برا هذا يصير عندك إمكانية أن تستخدم القيمة هذه خلاص تستخدمها على طول علشان كده تصير المشاكل بيصير في فوضى والاختلاط ومدر إيش أكيد بيصير هذا الشي طبيعي مر لما يعني حنا عندنا الحكومة كويس إن هذا قعد يصير شوي شوي في ناس يقولوا سريع إن الكياس هذا بيصير لك لأن الحين القيمة موجودة أنت تقدر تستخدمها تقدر تروح تاخذ السبيكة وتبيعها وأنا أستخدم السبيكة كمثال يعني ما قاعد قارن أعرف أختم بتفور بس ناس حساسة طيب فبتستخدم السبيكة بس أسرع وقت ممكن بعدين مع الوقت بس أسرع أسرع طيب أوكي فمع الوقت لكن لما تستخدم القيمة هذه بتقل القيمة زي ثير يوم الحين بتقل القيمة بعدين وم بتروح بتبحث عن قيمة أسمى الحين بالقيمة الأسمى واش تكون المصلحة العامة المصلحة الاجتماعية مصلحة الإنسان في المستقبل فبعدين يوعى شوي الإنسان وصير يبحث عن القيمة الأسمى القيمة الأسمى بتكون هذه المصلحة الاجتماعية وأنك تكون مجتمع صالح بشكل عام ترجع إلى القيمة الأساسية وليس التطبيق إلا إلا غطيها إيا تكلمنا مكحين في الـ recorded shit ربط هذا المثال مثال إنستغرام والفلوس كانت قيمة المعنوية مستعنس عليها أنت فيسبوك أوه سوى ما تشوفون والإنستغرام مع الوقت قلت لا الحين أنا أبغى حاجة أكثر حاجة الأكثر في داخل السياق الفلوس الحاجة الأكثر في هذا السياق الإنسانية تبحث عن مصلحة المجتمع كامل فاللي يصير هذا يمكن هذا يصير إلى شيء أفضل في المستقبل طاهم قصدي لأن الإنسان يتطور يحسن من القيم كيف أنا أحب الشي يعني أنت ما قعد تأخذ معين أنت قعد تطرح الفكرة إيه أنا بس أحاول أشرح إن الغطاء حقيقة الأمر نكتلك ندام حقيقة صحيح لما تتغطي شي إذا حرمتني من شي راح يزيد رغبتي في هالشي هذا بس وإنه ما قعد تقول أنت الحين بما أنك حين شلت الغطاء الحين هذا يعني أنه صار متوفر ف هني ماذا تقول هني ما قعد تقول هني بالضبط من ناحية يصير العلاقات اللي مثلا مرفوضة اجتماعيا وحتى شرعيا بس في نهاية المطاف أنت اللي قعد تقول أن أحين هذه فترة التغير فأكيد فوضى واجد بتصير هذا يصير فوضى لكن هذا الشيء راح ياخذنا إلى مكان في النهاية أفضل جزء من التطور الذي يوصل إلى الإنسان خصوصا هنا أخلاقيا أخلاقيا طبعا واقتصاديا تحت الأوامل المختلفة أنت ترى جدا اللي قاعد تقول يعني مرة حساس حساس بس لأن أنت قاعد تقول حين أوكي حين هي ماذا أفضل مع حساس لا يجب بس 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 في نهاية المطاف راح نبتعد زي ما قلت عن التطبيق وش هو التطبيق وش اللي هو التطبيق هو أن نغطيها عشان تصير محترمة عشان تحترمها عشان تصير عندها قيمة هذا هو التطبيق بس نحن في النهاية نبغى نوصل قيمة نبغى نوصل إلى أنهي تكون عندها قيمة فالحين انت بنيت هالشي هذا فترة طويلة وهو فاد صحيح بس نحن نتغير وفي نهاية المطاف نبغى نرجع إلى نبغى نشيل هالشي هذا أو مو نبغى أنا ما قلت أقول لك هذا يصير حيانا ما نيشغل هذا يصير هو نزين بما أن ننشعل هالشي هذا في نهاية المطاف من رأيك أو whatever studies or whatever history أنه في نهاية المطاف راح يرجع الشي هذا أنهنا راح نركز على الأخلاقيات القيم أكثر من التطبيق نفسه والشهو هذا التطبيق مثلا خلنا ناخده من بداية بغض النظر هذا موش بس في المجتمع الإسلام هبا أمريكا كان قبل خمسين ستين سنة المرأة ما تقدر تروح البيتش إذا ما كانت مغطية إلى جزء معين مثلا هنا فوق الركبة بشوية وإلى هنا تغير العرف بعدين و نفس نفس الكونسيبت أقصد خلنا نرجع خلنا نرجع في نقطة أبغى أركز عليها التغطية كانت تطبيق لزرع القيمة في البداية طيب فكان مفيد في البداية بعدين مع الوقت وعينا إنه ويحفت في عالم أولمة فبالتالي أنت تخسر في نواحي ثاني على مستوى دولة كاملة أنت تخسر في عوامل اقتصادية مثلا العائل لما تحط خمسين بالمئة من المجتمع مغطى ما يتفاعل مع الخمسين بالمئة الثانين أنت تخسر حاجات واجدة على مستوى الدولة كاملة من النواحي الاقتصادية من النواحي الاجتماعية معروف الـ الاختلاف 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 بس ترجمت وحطيت وشفتوها فالـ الـ بتجيب لك الـ بتجيب لك الـ بجيب لك الإبداع بغض النظر على المنظور الديني وال الـ الـ الافتراضات الموجودة هناك هذا رح يكون لك إبداع على المستوى الاجتماعي وأنت ترقى كإنسان وتتطور توصل لمرحلة أحسن من اللي كنت فيها من قبل الأول ما كنا نفكر كده أو إنسان ما كان نفكر كده فكان يحتاج يسوي تطبيقات يحد من التفاعلات اللي تصير علشان يزرع قيمة معينة القيمة أخلاقية بحتة نعرف أنه الديانات السماوية كلها جابة القيم الأخلاقية لسه شغالة وإنسان الحكومات قمت شريعة فأنت يقول لك لا تقتل لا تسرق وإذا تضر أي أحد أنت يتروح مثلا السجن فمستخدم هذا الكود الأخلاقي لكن بعدين الآن عرفنا أنه ترى وصرنا مو بس مو بس تكاثر الموضوع في أكثر من تكاثر صار قيمة التكاثر مي أغلى شيء عند الإنسان خلاص عرف البروسيس اللي قاعد أصير تكاثر بس أنت تجيب تكاثر صالح إلى المجتمع اللي بيجي لك بعدين في سما أكبر بكبير أو بكثير من القيمة في قيمة أكبر بكثير من قيمة أنك بس تتكاثر بها مجيئة فأنت تروح لما شلت الغطاء أقول له أعطانا القيمة زرع القيمة بس صار تركيز على التطبيق قوم غطية أوه هذا ما أقدر أنا بنت ما أقدر أشوف رضا ما أقدر أتكلم إياه لأن أنا قاعد أطبق الشيء أطبق شريعة هني صح له أو القانون خلنا نقول فلما يتغير ده الشيء يتغير بعوامل خارجية وداخلية فالحين لما تغير خلاص بس لما تغير لسا أنت ما استهلكت القيمة عشان نرجع للفوضى أنت ما استهلكت كمجتمع على المستوى الاجتماعي أنت ما استهلكت القيمة والقيمة هني هي التكاثر السبب الرئيسي في النهاية حتى لو ما في تكاثر بصير ولا هو خلنا نقول العلاقة الاجتماعية وغير الاجتماعية بين المرأة أو الرجل صح أنت ما استهلكت في عندك موجودة ما استخدمت زي السبيكة التي أتكلم عنها فبتروح تستهلك هذه القيمة هي موجودة عندك بس ما تستخدمها ففي عوامل واجد القضية متشعبة بشكل كبير كبير مرة بس أنا حاول أبين أنه في النهاية بيصير الكياسة بيصير الفوضى بس أنت تحتاج الحوكمة تكون كويسة والناس واعين ترى أوكي بتشوف لما تطالع الأشياء على المستوى الاجتماعي يكون مختلف جدا لما تقارنها بالمستوى الفردي صح مثلا الكورونا ماتوا كم مليون الحين بس لما تطلع في الموضوع من الموضوع يمكن أنها ماتوا أقل من العام الماضي قبل الكورونا اللي يموتوا من الحوادث قل اللي يموتوا من أمراض معينة قل لأنه مختلف الموضوع بشكل كبير شوائد تغيرت هذا بالحال المفروض يعني يخليكم أي واحد يقول نستخدم القيمة ونبحث عن قيمة أسمى منها وفي قيمة أسمى منها وصل إليها المجتمعات الغربية نعرف الحاجات خلنا نقول ما تتفق مع الشرية الإسلامية بس صار تركيزنا على التطبيقات هنا فترة طويلة طبق يعني ركزنا على التطبيق أكثر من على المستوى الفردي الشخصي يركز على التطبيق أكثر من القيمة الأساسية إلا كان التطبيق أنشئ لزرع القيمة الأساسية هذه فممكن هذا اللي يصير يودينا إلى القيمة الأساسية لأن الوقت كان مختلف أول الحين الوقت مختلف فإحنا عارفين أن المعاني اللغة معاني اللغة تختلف مع الوقت الوقت معروف الوقت يغير لك المعاني وأساسا أنت لما تشيل اللغة من الإنسان there's nothing ما في حتى perception في مخك تخيل أنت أقول لك الحين خلن نشيل اللغة من راسك واختار حاجة تبغى تلغيها من الإنسان اختار أي شي فكر لا لا اختار شي كوننا إلى معنى غير ملموس مفهوم غير ملموس اختار أنا بغان شيلة المديتيشن تبغى تشيل المديتيشن أنا ما بغى أشيلها بس أقول لك لون نبغى نشيل المديتيشن خلي شيل واحد سلبي لأن اختصاب اختصاب كلمة الاقتصاب تخيل أنت تشيل دلكلمة يصير ما ما إليها وجود نعرف أننا الأفعال يمكن هي تبين هذا الاقتصاب بس كيف عرفنا معنى الاقتصاب من الأفعال فأنت لما تشيل الاقتصاب الكلمة لما تشيل الكلمة من مفهوم الإنسان انتهى ما في حاجة اسمها اقتصاب في أفعال بس إحنا اللي سميناها اقتصاب وقلنا هذه حاجة سلبية بس الفعل موجود يعني ما اختلف مع هذا الشيء بس أنت لكن تقدر تسميها هذي حاجة ثانية وتحط برسبشن بوزيتيف عليها نفسها وتكمل الحياة كل هذا اللي صاير أنا بالنسبة لي كل هذا اللي صاير حاجة اسمها كل هذا تكوين الإنسان احنا كونا هذه الأشياء فنرجع إلى النقطة أن المعاني تغيرت الحين في هذا الوقت في التطبيقات اللي كانت مناسبة في الوقت الماضي ما قاعدة تشتغل نفس I think اللي قاعدة تقول على مثلا الموضوع الاقتصاب يعني أعتقد الأكيد موضوع الاقتصاب راح يكون سيء في كل في كل اللغات بس يمكن اللي أنت قاعد تقول أن لما يتغير لما نغير اللغة لما ما تخلق ما في لغة على الموضوع يعني لما تتكلم لغة أنت مو تقول عشان شلت كلمة الاقتصاب وش الكلمة اللي تحملها يعني وش المعاني اللي تحملها الكلمة هذي اللي حطيناها على كل هالشي هذا لما هالكلمة هذي تروح يصير الموضوع أكثر يمكن يعني وهذا اللي قاعدة عصر في أمريكا الحين أن الحين أنت ما تقدر حتى في بعض الكمبنية ما تقدر حتى لما تشوف بنت تقول لها الدراس اللي لابسيت لنا حلو يعتبر أنه قاعدة تقول هل تيشرت حلو أو هاي حلو فأجري على هذا الموضوع يمكن صحيح الاقتصاب ستكون بأس وراء بس أتكلم المعنى المعنى حق الشي الفعل أو غيره المعنى هو اللي نقدر خلنا نقول نشيله صحيح إذا قدرنا نشيل المعنى في تبعات وايد بتروح بإياه أيوة بالضبط بتروح حاجات واجهة وهالتبعات هذه تكون زي لما نتكلم عن سافة الغطى وغيره إنه حتى الغطى ترى الغطى مو تتصح كل كالتشر إليهم غطى حتى المسيحيين لما يروح التشير ترى يتغطوا المسألة مسألة احترام عبارة لكل مقام المقال حتى لو أنا مع أو ضد الحجاب أنا أتكلم لكل مقام المقال ف المسألة مسألة هي بما أننا نتطور فلغتنا نتطور فلغتنا نتطور نتطور معاني مختلفة بغض النظر كانت غبية زي اللي يصير في أمريكا حتى لو أقول لك تي شيرت الحلو اللي عليك أنا انا سي شيرت أو أن هي إيجابية نحن صرنا أنا لا ترخوف ترخوف زي لما تقول عن في أمريكا تقول عن واحدة هي مرهات شي رهيبة بس الكلمتين مسخين صحيح ف أعلم ما تقول طيب هل هل تريد شيئًا أريد أن أتحدث عن هذا في هذا الموضوع أم لا حسنت أنه شي تبذوله أم لا هل تستطور ما بس أنا أبغى أتكلم عنك أبغى أتكلم عن عن ماضينا ويبهر أول ما ألتقيت فيك قبل أن أردي قلت أشي في المقدمة حقتك أن ألتقيت فيك من بداية وكانت علاقة مصطحية لأن أنا عرفتك عبر ناس ثانين ومت 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 وكنت بس أسمع منك أن أوه ترى توفيق راح يدرس دكتورة أنا قلت تسخر أنت هذا راح يدرس دكتورة تشايف أن ما أحسي يعني ما يجي أخوك نزين ويش أخوي بالضبط نزين بس يعني لما رسلت لي حقك وجيت حقك أخذت لي يومين عشان حقك وشفت أنك أنت في البترول جايب كنت في جامعة البترول وثلاثة ونص تقريبا ثلاثة وكم ثلاثة وثلاثة وممهم يا حبيبي وبعدين في الماجستير جاي وانتم قاعدين والدكتورة جايب فور بوينت وانتم قاعدين أوكي ما عليكم من ما عليكم جايب 4 من 4 جايب 4 من 4 أوكي طيب فاللي أول أقول قلت لك ده الكلام أول مرة لتقيت فيك لقاء أننا قاعدنا ويبعض وقاعدنا نسولف يعني نتعرف قلت لك أنت إنسان جداً مثير للاهتمام بالنسبة لي لأنك غريب لأنك لأن زي أحس إن يمكن أنا نظرتي قاعدت أنظر إن إنسان ده في نواقض إن أوه ما شاء الله علي الدافور اللي ما درو يجب دكتورة ماذا بس بس يعني يعني أنا عرف كنت يعني فهمت يعني قلت لي أنا عرف أيام قبل إن حق ضوء حق تفحيط حق حال يعني مو تروب بتفحط بس كنت يعني يعني أشوفك يا الشباب أشوف كيف تعاملك أشوف إنه أنا ما قاعد أقول إنه خربان أنا قاعد أقول إنه في نفس الوقت جايب 4.0 في الماديستير وفي الدكتورة إن الشي جميل بالنسبة لي لأن أنا أحب إنه يعني كيف أقول لك الستيريوتايبز مو دروية تكون من كلها صحيحة فأنت عبارة دافور اللي في نفس الوقت بالنسبة لي كول كيف تفعل هذا فوفو كيف أنت قلي متى كانت نقطة التحول لما كنت قبل أم الفلة بعدين قلت تدري أنا بأصير دافور متى كانت نقطة التحول هذي يمكن أيام المدرسة كانت لما كانت في ثاني ثانوي الجواب السريع طبعا ترى أنت قاعد تسوي نفس الشي بطريقة مختلفة كيف في حاجة يسموها ambidextrity أنك تستخدم اليد اليمين وليسار في نفس الوقت أو أنت قاعد تلعب بالكور you're juggling more than one thing at the same time فعادي لكلنا نسوي هذا الشي أنا سويته في السياق اللي بغيت أسوي الحياة الاجتماعية مثلا أنا أطلع ويجتمع أحب الحياة الاجتماعية so damn rewarding صحيح بس أنا سؤالي أنكيف أنت قبل كنت يعني مساحب على المدرسة يعني كان مستواك الدراسي مو مرة كنت توقيع على فكرة أول صفة أول ابتدائي كنت الأول على الفصل كلنا حتى أنا كنت أول عطلي على ابتدائي طيب كلنا واحد 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 بعدين لا يا حبيبي إحنا كان في مئة بالمئة والدرجات كل ما دائمهم بعدين اعتبارتكم كانت من وزارة شكلكم ابتدائي وأنا ما كنت واعي أبدا حتى أذكر حصرت جائزة ونفس أول ابتدائي ولا أذكر وش المعنى من تروح حتى يعطوك حاجة بس ما تي كانت كنت كنت مش الجائزة دي المهم بعدين خفت صارت الظاهر فهمي إلى الرياضيات سيئ كان لين صوف ثالث ثانوي علمني أستاذ محمد الخراري لسه خلاني أفهم الرياضيات بشكل كبير وبعدها صار كل شي سهل لما الرياضيات صار سهل تعرف الطالب من تلاحظ شي لما كنت في المدرسة إلا شاثر في الرياضيات شاثر في كل شي فتقول دكي خلاص تصمم دي المعاني عندك على طول بدون أي ماحد يجي يقول لك شاثر في الرياضيات شاثر لأنه أصعب شي يعني أنك تنجح فيه أصعب شي تختلف من واحد لواحد بس أنه أصعب شي الرياضيات فبعدين صرت أعرف الرياضيات أول ثانوي جث ثانوي هنا اللي يصير في صف ثاني ثانوي ثالث ثانوي أنت وصلت إلى أمر لا التينيجر أنت الحين فالتينيجر أنت خلاص أنت إنسان يحب 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 يقلل عدم التأكد عدم التأكد يبغاها معين ما يبغاها تروح بعيد فلازم يصير عندك يقول أنا أبغى سيارة لا أنا أبغى كده ما يبغى حد يمشي خياراته خاص أنت إنسان طبيعي هذا مغروسة في الجينات حقك فلما وصلت ثانوي تفحيد زي ما قلت تروح تشاهد حاجات كده وشيشة ومادرو وش وتخاف تروح لقاه واحد يشوفك قريب برسب في مادة تلفزية وبس نجحت نجحت في ثاني ثانوي معدل درجة جيد جدا حسا أذكر أمي قالت لي إيه سنة اللي راحت ممتازة لحن تجي خلاص ده ما من كفايد بعدين في الصيف هذا ثاني ثانوي ما أدري أنا أمشي يا أصحابي كده جيد على بالي كده يقول لا هزم أنا ثالث ثانوي أفقى على المعدل أفقى على المعدل يعني يعني عادل كل سمستر نقولها احنا بس ممكن حتى النادي كان إلى تأثير كنت أروح النادي نادي نادي كنت ألعب كرة يد حتى لما رحت مريكا لعبت كرة يد لين ما ركبة مرتين الحين تمرين وخفيف بس أحب اللعبة فالنادي كان يعطيني ممكن هذا إلى أكثر أكثر تأثير ترى عليه كان يعطيك ديسبلين إن يعطيك الضغط الكافي في حياتك عشان لأنك تبغى تستمتع تبغى تطلع تروح تستمتع تلعب يعلموك طبعا أنت تلعب في ديسبلين في أي لعبة في ديسبلين وفي ديسبلين فاتاخذ هذه بدون ما تفهم معانيها واتطبقها في حاجات ثانية في حياتك فكنت أنا عشان أستمتع هني لازم أخلص الدراسة أداكر عادل وكده يلا عشان أروح النادي وألعب براحة وأنا مستانس ما أروح وألعب وأنا متضايق ما أخلص شي لأن في بالي أني بفشل في المستقبل وأنا ما أدري حين أنا قاعد أقول لك كده يمكن أنا أساسا ما كنت أفكر في أي شي من هذا الشي كله كان مثلا في العقل التحت الواعي أو اللا طيب هل تحس وردي هذا الشي قبل أن أنا اللي أعرف عنك أنك أنت من ميدل أو لور كلاس صحيح يعني معدل الدخل متوسط وأقل من توسط هل تحس أن هذا السبب اللي كان أعطاك خلنا نقول this this urge أنك أنا لازم أنجح لأن إذا ما نجحت أنا مكاني بسيك أنا بغضيع في مثال يمكن صحيح هذا من أحد الأسباب اللي أذكره في بالي مثلا كنت أشتغل في سوق الخضرة أو سوق السمك السمك طبيعي لما تشتغل في سوق السمك خياس سير ريحات كرام أنت أرجع لبيت فلما كنت أكثر من مرة رحت ولم أحاول أدخل بدون ما يشوفوني البيت أبوي خصوصا كان ما يدري عنك كان ما يدري فشافني مرة وهزأني تهزي على طول أروح الحمام ووسل وهو أصلا حتى خايسة لأنه تمشي على المايدة فهزأني مرة كده وليش تروح تبغى أعطيك فلوس تعرف لأن العمال اللي خلنقول اللي مو white collar ايه بالضبط ايه ترجمها لهم بعدين يعني اللي اللي حق مو جاي تجي ولا كلمة بحث نفسي ووقع بعد ما أقولها بس أنتوا فاهمين خلاص فأكيد أنت ما تبغى ولدك لأن العرف الاجتماعي كده أنت تعمل شغلك كده معناها أنت فقير معناها أنت قيمتك أقل في المجتمع فهو أكيد تفكير أبوي كده حتى لو كان يفكر سواء كان يفكر في هذا الشي لو ما كان يفكر الفعل هذا هذا أكثر أفضل تفسير فما يبغى تروح تسوي شديد بس أنا رح تسوي وبعدين أفخر الحين أن أنا رح تسوي هذا الشي أبوي كان نجار كان على قد أو العائلة كبيرة ف ممكن هذا أعطاني سلف ديسبلين بدون أنا ما أفكر تحمل مسؤولية خلاص تروح تسعى لروحك تيقى أنت أكبر أخو ولا لا أنا عندي أنا تسعة مجموعة ما شاء الله أنا الثالث من تحت الثالث من تحت يعني في ثنين تحت والبقية كلهم فوقي هل تحس أن شفت أغلاط أخوانك وتعلمت منهم أم أم أنا ما أدري أخواني يمكن يشوفوا هذا بعدين فأنا ما أبغى أتكلم كل واحد عنده خصوصية أف العائلة فما كل من عنده أغلاطة ما أقدر أتكلم عن الوسط العائلة بدون أدر خلنا نقول من العائلة فهذا واحد من الأسباب أكيد أنا لما أسوي كده خلاص أنا أبني هذه خلنا نقول العوامل كلها النادي العمل هذا لأن تروح تسوي كده مع أنه ضد العرف الاجتماعي وضد العرف العائلي لكن أعطاني تجربة وممكن أنه ساعدت فلانة فيها الحين بالنسبة لي سويت أشياء واجد في حياتي يعني من ناحية صرت فيلميكر صرت أشتغل ميوزيشن أشتغل بودكاست سويت أشياء واجد لكن الشي الوحيد يعني الأشياء الوحيد التي أشوف تنجح هي الأشياء التي أكون فيها عندي ديسيبلنت يعني هذا الذي حسيت هو السبب الوحيد للنجاح لو مهما أنت تكون ياخش قد أنت دكي ولا كرييتف في شي معين إذا أنت ما عندك استمرارية وكرييتيفتي ما في أمل تمشي سوري I don't agree لأنك قلت الشي الوحيد كيف يعني هو الشي الوحيد للنجاح هو the most powerful thing هو أكثر شي رح يخليك لازم تكون تمام من العوامل الرئيسي أنا شخصيا أحس ما رح توصل أن يمنتين إلا لما يكون عندك بأعطيك مثال أعطيك صورة من حياتي قبل كم يوم واحد من أصحابي زميل هو بره في أستراليا الحين بخلص دكتورة وكذا فاشتغلنا مع بعض وأصحاب لما يجي هنا قال يبغي يقابلني على شغلة تعلق بالريسيرت قلت لي خلاص بعد ساعة بأكلمك قال لي بعد ساعة في وقت كله وفي وقتي أنا التايم منيجمنت في السوشال لايف سيئ جدا لأن الحياة الاجتماعية مر ففيها فايدة كبيرة معنوية فأنا أروح الأمرجن اللي تكلمنا عليه فأنغرس فيها ويضيع لي وقت إلى الأشياء الثانية بس أنا ما أعتبر هذا نضيع على الوقت هذا استثمار في الراس المال الاجتماعي اللي ممكن يفيدني في المستقبل فهو قال لي كده لأنه يعرف أنا في التايم منيجمنت سيئ لكن في العمل لما أجي أدرس لكلاس حقي أنا أول واحد وما أتأخر حتى في تصحيح الدرجات كل السنة حين صار لي ثلاث سنوات أو أربع سنوات من درست الطلاب يستغربوا يأخذوا الاختبار اليوم العصر الليل المغرب الدرجات محطوطة يستانسوا الطلاب حتى لو درجة سيئة مستانس وصلت بسرعة هذا يخلي الطالب مرتاح هذا يرجع إلى أنت لما تخلي أنت في جزء في رينج معين الإنسان حياته تكون يكون راضي على حياته أكثر لما يكون لما تكون عدم التأكد هذا عدم التأكد يخليك راضي لا لما يكون في رينج معين معين إلا أنت تأسسه على حسب حياتك الشخصية تكون راضي في حياتك أعطيك مثال الأنسرتن أننا حين قاعدين نشتغل صح قاعدين نتكلم وقاعدين يسجل صح على المشكلة اللي صارت الحين أنت سرتن أنه قاعد يسجل صح ولا حدا حين مو 100% بالضبط هو مو بالمئة بالمئة بس أشوفه الملعون هو مو بالمئة بالمئة لما أنا بغى نوصل مئة بالمئة أساسا أبغى نوصل مئة بالمئة لما توصل مئة بالمئة الحياة يصير constant لأن كل شيء تقدر تتأكد منه فبالتالي كل شيء مو بالمئة 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 شوية أنت مرتاح لأن أنت أحن بتطلع بتروح البيت متأكد أنت بتوصل البيت ممكن تصدم ممكن تموت ممكن أن يصير شيء ما توصل البيت هذا اللي يخلي الأخير الناتج أنك توصل أن يكون مرتاح الزيد فأنت لما تسوي مئة بالمئة عشان كده لما تاخد اختبار وتروح الاختبار بس أنت عندك لاسئلة من قبل ما تستمتع تجيب مئة بالمئة بس المتعة ما هي زي أن أنت ذكرت وما كنت متأكد بتجيب مئة بالمئة أنا ما سويت كده عبدا طلعنا فهذه نظرية في الريسك نا أتفق بك في أشياء واحدة هاي تصير يعني لما تلعب فيديو جيم لما تلعب فيديو جيم خلنا نقول جي تي اي أوكي وخلاص تسوي كلمة سرية أنك أنت ما تموت ما يصور فيك شي فلو شك بها تصير اللعبة أوكي يمكنها فلن هم سوينها بطريقة أنك تقدر تسوي وتبغى تسوي لكن تصير بالضبط طيب الحياة نفس الشي بالنسبة لي كل شيء الريسك موجود في كل شيء بس عندنا الأسومشن أنه الفاني ثنغ هني وهني يجي سؤال الفلسفي الكبير وهو هل عندك خيار أو لا مه it's about answer the certainty والاحتمالات احنا ويقو تطلع أنت أسيوم أنك ما بتموت بس موجود في الواقع أنه في احتمال قليل أو كبير أنك تموت على حسب صحاتك على حسب الانفايرمنت وين تروح بس أنت تطلع أسيوم أنك ما بتموت فهذا الشيء الالوسف أو الوهمي اللي احنا نفترضه بس الافتراض مو صحيح إحصائيا فالسؤال هل عندك خيار أو لا is that interesting أنا شوف I tried to talk about it in podcast هذا كثير مرة بس في معطيات ومختلفات واجد فwhen you go in it ما رح تخلص بسهولة فخلني أسألك عن we talked about أبوارج اتكلمنا عن شيء مرة interesting في التاك الأولى لما تكلمنا عن لما واحد في المجتمع خنقول احنا تكلمنا عن قبل موضوع أن أي شيء يصير ويسبب فوضى بيسبب تطور التطور عاد هو زين ولا مو زين بس بصير تطور بصير تغير بس التطور هذا انه بيصير لازم بيصير لازم بيصير فتكلمنا عن الموضوع اللي انت شرحت لما قلت لي عن لما قلت لي اعتبر نفسك انت انا دائرة فاضي الحالة وانا دائرة نحن نتحدث عن هذا لأنه كان جداً مرحباً ان انا سركل انا بالحالي سركل وانت بالحالك سركل استرسل الحياة الاجتماعية هي ما تمد على مصالح تبادل المصلحة بين الافراد وبين المجتمعات اذا نتكلم عن المستويين وهذا حتى تقدر تطبق على مستوى بين الافراد والأوبجيكت اللي ما هي انسان مثلا الماء اشرب مننا انا قاعد اخذ منفعة مننا وهو قاعد ياخذ منفعة مني انه خلاص قاعد يروح الى الهدف اللي وجد عشان فيه هدف وجودي الى كل شي وما نبروح الى نظريات الوجود فوق واجد خليني شوي تحد فنرجع للدوار الكونسيبت انه احنا لما كنا صغار يقول لك لا تقعد يا فلان هذا رائعي مصلحة على افتراض ان ايش انت رضا جلست مع شخص والشخص استغلك في مصلحتك ويجي تقول لي لا تقعد يا ترا هذا صاحب مصلحة طيب انت دائرتك مختلفة عن دائرتين انا دائرتي يمكن انا استغله هو صير انا هو اللي ما يبغي قعد اياه انا نرجع الى الكونسيبت انت دائرة انا دائرة احنا منفصلين عن بعض ما نعرف بعض اول ما تجي تقول لي كيف حالك السلام عليكم اول ما تشوفني اصلا حتى قبل ما اتكلم معي الدوائر اتقربت من بعض دخلنا مع بعض صار في وش الكلمة وش الكلمة هذا يتكون من فاكتور واحدة مني واحدة مني ففي عامل مشترك انا ما بيننا هذه تكبر فالكمان فاكتور هذا العامل المشترك انا قاعد ام بوشنج ان انا انا بغى اعرف زيادة في الدائرة حقك ليش انا وش اللي قاعد اتعرف عليه قاعد اتعرف على رضا من هو وعشان نروح الى انا قاعد اتعرف على قيمك من هو رضا وما هي قيم رضا والله هي في الايسبورغ اللي حتى رضا ما يعرفها اساسا الايسبورغ هذا الجليد الجبل الجليدي اللي فوق وفيه تحت ما تقدر تشوفه هذه هي قيم الانسان صعب انك تطلعها تشرحها بالكلام احنا نحاول طبعا الانسان حاول في السنين الماضية مئات الاف السنين يحاول يشرح هذا القيم وللحين ما نعرفها فانا نرجع الى الكونسبت فانا احاول ازيد الكمن فاكتور هذا عشان اقوي هذا هو الرابط الاجتماعي بينه وبينه فانت لما انت ما تسوي زيادة عشان انت بعد تعرف عن القيم حقي عشان يصير التبادل حقنا بيننا متساوي اذا ما تسوي هذا الشي انت صرت راعي مصلحة انت المفروض ما قاعد اياه واش المشكلة عدم التساوي في التبادل المصلحة الرسيبراسيتي ما ما هي بالانس فلما صير ما في بالانس عدل في الرسيبراسيتي التبادل المصلحة انا اطلع من السرق الحقي واروح اشوف سرق واحد ثاني واني اقتلك which is pushing you out you know like eliminating you ايه باطلعك نتكلم علاقة الاجتماعية احنا فباطلعك من علاقات الاجتماعية لان ما اشوف في تبادل المصلحة مفيد الينا بشكل متساوي فباروح الى ابحث عن دارة ثاني طبعا هذي احنا قاعدين نشرح بس اثنين احنا وهي نظرية دي معروفة اسمها social penetration ف اتخيل المجتمع كله انت الحين وانا كل واحد هن سيركل احنا ملمومين بسيركل كده فال common factor هذا حق الكائل اللي نعرف فالقيم حقي متأثرة بالقيم الناس الناس الحوالين القيم لما صير تبادل المصلحة مو اوكي باطلعك فبالتالي ما قيمي ما بتأثر بقيمك لما طلع عشان كده انت شخص سيء ما تخليه في السر كل حقه لانا ما قيمك نبيلة تتأثر لانا اكتشفت بعض القيم عند الشخص هذا انه مين نبيلة او مضروع تكون نبيلة مو نبيلة المسألة هي القيم مين زيك لازم ما ترد هي نبيلة ولا لا بك زورز نبيلة طيب خلي اوك هني نرجع الى المعنى الرئيسي او الاصلي حق الكلمة بس اتفق اياك انه معروف العلاقات حتى الزوجية اذا القيم مش متطابقة مو متماثلة احتمال كبير انه السيركرز يطلعان بعض فهني يصير الطلاق ان القيم مو متطابقة مو متماثلة مش متطابقة متطابقة او تكمل بعضها تكون مو لازم تكون نفس الشي مو لازم تكون نفس الشي مو يكملوا بعض يسولوا لك قيمة اكبر من كل واحدة قيمتها لحالها مه شيت مه طيب فهذه القيمة لما بدا لما تكلمنا عن عن الغطاء في البداية هذه القيمة الاسمع لما توصل تكتشف قيمة نبيلة انبل من القيم الاولى هذا الشي اللي بعدين بصير انت خلاص وصلت الى القيمة هذه فتسعى اليها لكن هي بروسس لازم تمشي عليها طيب انا هذا اللي اريد اتكلم ياك قلت لك عن الموضوع ان وش الشي اللي يخلينا نبعد الشخص او نبغى نطلع من هالسركل هذه و نحن نكون بطرق سيئة يعني مثلا مثال الفيديو اللي انتشر قبل كم من يوم لواحد في الحرم المكي وحرم مدينة ما ادري اللي فجأة كده مطلع سيف ورايح يركب من بر يقتل الشيخ اللي قاعد يعني تخطيط سيئ تخطيط سيئ يعني لا اولا انت منت بالحجم المناسب انه يكون التسارع صحيح مع الكتلة عشان تركب بسرعة وتقتله وبعين في سيكيريتي وبعين جايب يعني يعني ما في ولا شيء زي داعش وغيره وحنا اسهل شيء نحن نقولها عنهم نقول مجانين او غبياء وانا حسن ان هذا الشي مرة سلوب مرة كسول في تحليل شخصية الشخص هذا اللي ارتكب ده العمل هو المسألة مسألة ترجع الى نفس الشيء انه انت الحين هو بالنسبة لي هذا في سيكير وهو داخل سيكير خنقول حقته هذي اللي احنا كلنا تفكيرنا انه لازم كل شيء حرفيا انطب طب يعني ما ادري بسلوب يعني مرة كده جاف فهذا احنا اعتقادنا ولما انا اشوف ناس في باور عدهم قوة انهم قاعدين يسوى عكس تفكير يعني يسوى غير القيم اللي موجودة داخل السيركل حقي انا اخاف اخاف انه قيمهم تضرب قيم ايه فانا احس بالخوف فالخوف ينبع من وين ينبع من ان انا خايف ان انا اكون وحيد وانا احنا نحن بغير نكون سوى فاللي قاعد يمشي هالشخص هذا انه يروح ويقتل مو بس لانه غوي او انسان احمق او ايش زي كده فكرة فكرة انه انا اخايف ان ناس تطلع من السيركل حقي هذا ونقضل الوحيد في السيركل فاحسن شي اسوي ان انا اقتل هذا الشخص الحين وطبعا which is it's bad judgment لان اصلا يعني انت حينما تقتل اصلا انت رب تزيد الموضوع عليك it's just bad plan it's bad calculation bad calculation فبس that's هاد الموتيفاشن حقه ان انا ابغى اقتل عشان انا اكون في السيركل مو لحالي فحنا we're driven by fear فنفس الشي على قصة حياتك انت انك انت السبب اللي يخليك يمكن اللي خلاك انك انت تقول لا انا بصير straight A student ولا انا بشتغل عن نفسي وانا بادي بتاعم maybe maybe كان fear هل تتفقياي ولا لا كان خوف من انك انت تعيش حياة سيئة انا ما عادر اتكلمنا بعد في الثاني هذا التسجيل ترى حتى انا بعد بديت الاخبط ما عادر احنا اتكلمنا في داك ولا بدأ من الصحير ما عادر على في هذا تكلمنا ايه اتكلمنا فيها اتوقع اتوقع اقول فيها ممكن بشكل بسيط في مخ اي بليب برسنا لنا في البرين المخ هو مكينة مكينة تنبؤ مكينة تنبؤية ففي اكويجن كبيرة احنا حين في علوم كثيرة صح في الهيومان بيهيبير حاول يتعرفوا كيف الانسان واش القرارات اللي يتخذها ليش سوا كده وليش ما سوا كده في كل مجال يدرسوا حاجات معينة في البيهيبير الإيكناميكس يشوفوا كيف الإيكناميكس حق البيهيبير أو الديسجين هذي يصير في السايكولوجي يحاول يفهموا المكنزم اللي يصير ليش انت تتاكل أبيض ما تتاكل أسود ليش تحب اللون هذا ما تحب اللون هذا بغض النظر عن الإيكناميكس الفائدة والخسارة اللي يصير في المخ لكن دائما يكون في انا شخصيا اتفقي النظرية هذه النفي ايكوناميكس تصير في المخ في ربح وخسارة في كل شي تسوي لكن المعادلة صعبة جدا نقدر نسميها theory of everything في السوشال ساينسز. في theory of everything الناس تشتغل عليها مسنين في الفيزيكس. حتى في نوبيل برايز عليها أخذوا اللي وصلوا أو طوروا من هذه theory of everything. من بداية كانت من شغل أينشتاين فلما theory of everything نحاول نفهم تشرح لنا واش قاعد يصير في الكون كله فإحنا هنا واش نسوي على theory of everything نحن نحاول نفهم للإنسان ليش يسوي الحاجات اللي يسوي ليش يتخذها للقرارات فلما نجيب كل العلوم مع بعضها إحنا قاعد نحاول نشتغل على theory of everything في الهيومان بهايبير social sciences لما توصل إلى هادي theory تشرح لك كل شي انت تقدر تشرح هذا اللي جاي بغي يقتل بطريقة أكبر أوكي ممكن تجوابك صح ممكن أنا جاوبة صح ممكن هادي جاوبة صح بس لكن لما نعرف النظرية هادي اللي تشرح لنا هذا كل شي معناها العوامل اللي في مخك هادي اللي مبني عليها المعادلة تعرفهم كلهم لما تعرفهم كلهم بتقدر تعرف ليش هذا سوى هذا كل النمط ليش أدى في النهاية إلى الفعل هذا خلنا نربط هذا باللي تكلمنا عليه من قبل لما فيسبوك يذهب داتا كفاية على الناس ملايين ناس بس مثلا فيسبوك اشترك او اشترى جزء من اكسيوم ما اكبر الشركات اللي تجمع داتا صار ليهم سنين يجمعوا داتا على الناس وفيسبوك اخذت هذا الشي عام 2011 أو 2012 ممكن ففيسبوك جمع داتا هنت تروح تسوي سوايب تشتري سلعة فيسبوك يعرف عن هذا الشي لأن فيسبوك عنده في الفيزا والماستر كارد شركات هادي هي معتمدة على الشركات هادي الكبيرة لتجمع داتا حق المشتريات فالطي يعرفوش انت حب تشتري وكم مقاس كل شي تشتري فلتتخيل فيسبوك مثلا والشركات هادي جوجل يعرف عن البحوث هادي كلها اللي تسويها لما تبحث فأورادي انت يقدر سوي استنباطات على الحاجات اللي سويتها في النت يربطها مع استنباطات جاية من الحياة اللي بره العالم الرقمي ويقدر يوصل إلى او خلنا نقول ازيد فرصة في الوصول إلى لأنه عنده داتا هادي كلها فيعرف العوامل اللي قاعدة تشغل اليوتاليتي فونكشن اللي في مخك هل تحسن الألغراثم هادي بتوصل اليوم اللي يعمل الثياري انك انك يسترب يور برين فروم الكبر انت قللت القيمة بعد ما شلت الكبر لأن الكبر هو نفسه برايفاسي لما تشيل الكبر هذا القيمة حقاة البرين حقك تقل لأنه صار قابل الاستخدام بالتالي لكن هذا بيسعى إلى بياخدنا إلى تطور جديد لأنه بنسعى إلى قيمة أفضل من القيمة اللي كانت موجودة قبل والله هي البرين قيمة عالية الحين البرين بس بعدين ممكن نوصل لقيمة أقوى من هذا ونوز ونصير سايبورغس بعدين أنا إنسان رقمي وفي قيمة ما ندر عنها واشه هي الحين فا I don't know that's interesting man that's very interesting ما اذكره اشي سؤالك الا لكن اللي بدأت فيه اللي خلاني اشطح ورق عنا بتبس الرمان ولا الحامر في شي السماء اشوف هادي السمات لكن احين في آلاف السنين في الكود الاخلاقي لسه شغال من بدأ الانسان اوكي فتحتها بالفير انت الفير كان في البداية فايت اور فلايت يجيك اسد ياتمشي عنه لانه بيقتلك وبيقضي عليك او اذا جاك حيوان ثاني تحس انك تقدر تقتله الريسك ان اروح انت فتحت بالفير فيه الريسك هادي فانت يا تروح لانه تشوف ان الفنكشن اللي في مخ قاعد تقول لك احتمالية انك تفوز فتروح وتقتل فسيطر الانسان البداي شوي على هذا الشي وكون الحياة الاجتماعية عرفت الانسان صار يصير مع بعض وكون السيركل هادي نفسا نستخدم نفس النظرية سوى الكمان فاكتر عشان يصير اقوى لا ليش راح يقتل يبغي يقوي زي ما قلت يبغي يقوي السيركل حقه مع انه فلود لوجك انك قتلته راحنا في عالم الحين فيه بلاكدا عشرين كوله مجرد فلا ليش راحة مجرد الالعالم المما كان فيه شديد الأول انت فيه الحق مكان صغير جدا فالسيركل انت تقدر السيركل عليها كامله المهم بعدين فالانسان فيقلي كون القواعد الاخلاقية هادي وصار يستخدمها طبعا الفلاسفة بعضهم يتفقوا بعضهم يختلفوا هل الأخلاق جاءت قبل الدين أو الدين جاء قبل الأخلاق بغض النظر خلس أسيوم أن الأخلاق جاءت قبل بعدين الدين جاءت هذه القواعد الأخلاقية الأثيكال كوتس في قالب معين رتبها وعطاها إلى الإنسان وشغلت الإنسان عادل خلتها يتطور زيادة فاتطور اجتماعيا الإنسان وصار ينتج الجاءة البعدة بناء على القواعد الأخلاقية هذه والتي هي بنت القيم الرئيسية عند الإنسان وغلت نظر أن يفهم أهل أو لا كيف الأديان زرعت هذه القواعد الأخلاقية عن طريق التطبيقات فأنت تعطي تطبيق تقول له لا تقتل الهدف القيمة أسما أنك تحافظ على المجتمع كامل ستعلق المستوى الفردي لا تقتل تطبيق لا تفعل هذا فيه هدف مو الهدف مو الهدف أنه عشان الأخويك ما يموت الهدف أسمى للمجتمع كامل ما شيئا فكان خلنا نقول خلنا نعطي مثال مثلا صلاة جماعة خلنا نقول لجيت للديان اليهودية المسيحية والإسلام وخلنا نأخذ للديان السماوية الهدف من الصلاة الجماعة أسمى من اللي كان الحين نروح صلاة الجماعة مثلا what's a point ترايح الصلي بس تقوله بقى أخذ حسنات ترجع إلى utility function ثم بترفع الحسنات وتقلل السيئة ثم بتوصل إلى positive بالنهاية عشان تروح الجنة ما تروح النار لكن الهدف أسمى الهدف اجتماعي في هذاك الوقت لسه قاعد تكوين المؤسسة الدينية الإسلامية أو حتى قبلها المسيحية تلازم تسوي هذه الـ strategies عشان تبني التكوين حقك كمؤسسة كاملة فالحين لكن خلاص انت يور established في حاجات الحين ما صارت التأثير حقها ما كان زي التأثير قبل صح خلاص الآن مثلا مهاجد ما يروح ويصلوا جماعة خلاص نسميه المتزمين إحنا اللي يروح ويصلوا جماعة خلاص وصل العقلية الإنسان حين تطور إلى مرحلة أنه يشوف مصلحة في حاجات ثانية في حياته يروح يسويها وما يروح يروح لصلاة الجماعة لأنه تكون التكوين الجماعي القيمة هذه نرجع إلى استهلاق القيمة بس أبغى أقول حاجة لما لما تقول تطور مو معناته أحسن لأنه سويد يربطوا تطور أحسن نحن موقع نتكلم أحسن أو أسوأ لا لا التغيير التغيير فعرف أن مصلحته وممكن بصير أحسن هنا الناتج اللي قاعدين نروح عليه بغض النظر فوصل إلى مرحلة عرف أن المصلحة الاجتماعية المستوى الاجتماعي وصلنا إليها من زمان تكوننا التكوين الاجتماعي هذا فصار ما يروح المستوى الفردي صار ما يروح قال لك أنا الريورد هذه الحسنات أقدر أجيبها من هنا بغض النظر عن تروح هناك تحصل الريوردز أكثر أنا شخصيا ما أؤمن باللوجيك هذا في الوسط الإيماني إن هذا أكثر من هذا وهذا إيما اللوجيك الأول يشتغل هذا خلاص تغير تفكير الإنسان حين لكن التطبيقات هذه تطبيقات الحين كان يستخدم تطبيق إلى سماء أرقى عرفنا السماء الحين صار نواعين على حاجة القيمة السمية اللي نبحث عنها فقاعد تسويها بطرق مختلفة أنت قاعد تسوي نفس الشيء بطرق مختلفة طبعا القيمة السمية هذه من زمان هي نفس الشيء لما نصلحة الجماعة مصلحة الإنسان ككل أنه الجين هذا يضل يسيطر على الأرض ويكمل فالحين إحنا عرفنا هذه السماء قاعدين نسويها بطرق مختلفة السوشال ميديا وأنا أشوفكم أطلع عادي أنا مثلا نحن أروح وقت الجماعة ما أروح الجماعة أنا بأصلي سريع سريع في البيت وبأطلع مع رضا فيه إحنا قاعدين نسعي السماء نفسها السماء سوري القيمة نفسها قاعدين نحاول نوصل إليها فالمشكلة هنا يواجه التطبيقات الأول الناس قاعدين ترتبط في التطبيقات أكثر من القيمة إيه الحين لما أنت ما تروح تصلي جماعة وهذا مو ملتزم هذا إنسان سيء لا مو شرط الإنسان هذا قاعد يشتغل على القيمة نفسها اللي أنت قاعد يشتغل عليها بطريقة مختلفة لما طلع من الحدود الدينية لكن عشان كده صار إنسان غير صالح للمجتمع بس ممكن هو صالح إلى المجتمع وهي القيمة القيمة الأساسية أساساً لجابتها الأديان فالمشكلة يشوف خلنا منظور إلى هذا الشيء كله عندك ثلاثة واحد ثنين ثلاثة ثلاثة أديان سماوية ليهودية المسيحية الإسلام جد ثلاثة كتب بعدين في تفاصير مختلفة إلى هذه الثلاثة الأديان طيب التفسيرات المختلفة إلى الثلاثة الكتب المختلفة في تطبيقاتها لكن متفقة بشكل كبير في الكود الأخلاقي لجابته almost the same لكن تفاصير مختلفة ليس على الكود الأخلاقي الكبير مختلفة على التطبيقات الحاجات الديتيلز بعدين من التفاصير المختلفة جت هذه التطبيقات المختلفة فبالتالي أنت عندك ثري ليرز الطبقة الأولى اللي تحت تطبيقات تطبيقات مختلفة إلى تفسيرات مختلفة جاية من ثلاث كتب مختلفة في تفاصيلها لكن متفقة في الكود الأخلاقي فالحين نحن لسه خصوصا نحن مجتمعنا لسه في التطبيقات الركز على التطبيقات لكن مع أن هذا مو هدف الدين أنه يزرع السم القيمة هذه الأخلاقية السمية الكبيرة بس التاريخ لسه بعدنا ما نوصل للبروسيس أن المجتمع كامل خلاص يركز على القيمة الأخلاقية الغرب شبه وصل إلى هذا الشيء أنا ممكن ناس واجد يختلفوا إياه حتى هنا في السعودية يختلفوا إنا واش قاعد يقولها يهربد علينا بس هذا الآن اللي أشوفه أن القيمة الأخلاقية الكبيرة أنه أنك تحافظ على الإنسان لا يضر المجتمع انتهى الموضوع التطبيقات كانت تشتغل أول لأفكتفنس حق التطبيقات الحين مختلف مستوى خلاص ما تحتاج أكيد حين يعني هذي بسولك شوشرة يمكن واش قاعد يقول هذا خويك أنا أعتقد التفسيرات للتطبيقات هي المشكلة في التفسيرات أكثر صغير الموضوع لأنه زي ما قلت أنت كل ما تتطور اللهجة تتطور اللغة كل ما تتطور اللغة كل ما يتطور المعاني وكل ما يتطور مخل إنسان يتطور طريقة تفسيرة فهذا اللي قاعد يصير زي ما قلت الثلاثة الأديان هذين قاعد يجيبه في نهاية المطاف تقريبا نفس القيم القيم الرئيسية وبعدين خلال تطبيقات معينة التطبيقات قاعد يصير لها تفسيرات مختلفة لا 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 الأديان انت تجيب التفسير التفسير يحدد لك التطبيق أوكي مو التطبيق يحدد التفسير فانت تجيب المعنى بعدين تفسر الكلام هذا تسوي المعنى وتبني عليه التطبيق فإذا بيكون فيه مشكلة بيكون فيه مشكلة في التفسير نفسه والتفسير it depends on language it depends on على اللغة على المحيط على التاريخ عشان كده الأول مختلفة المعاني عشان كده التفسير صعب اللي يشتغلوا في التفسير يعني we should respect them هم قاعدين حاولوا يستنبطوا المعاني حاجات الكونتكس السياق كان مختلف الوقت كان مختلف بس لسه شغالين على هذا وهدفهم نبيل انهم يبغوا يعطوك التطبيق لأنهم مؤمنين ان هذا الشيء الزيني للمجتمع هذا اللي بوصلك للقيمة الكبيرة بس لكن الاختلاف هذا في التطبيق الاختلافات في التطبيقات سوت الاختلاف 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 سوى كونفلينكس كونفلكت او فوضى وغير هذا في لا تنسى انه في في ثلاثة فصير هذه الاختلافات كلها واختلفنا في المجتمعات لكن لو نلاحظه الحين اللي يروحوا مثلا امريكا او دول الغربي يرجعوا يقول لك اوه الناس طيبين هناك ومحترمين وساعدوا ولما ترجع هني تشوف ان انت تروح تطلب لك حال يقولك واش تبغى واش عندك فشوفوا الناس قاموا يلاحظوا القيمة الديل السمية اللي فوق ان خلاص اخلاق تكون حسنة بس صار تركيزنا على التطبيقات بس انا اي بليب ان احنا رايحين في ذات الطريق هو شوف good and bad is everywhere وانا امشور يؤغري حتى الاجنبي فيه انا قابلت ناس في استرالي كانوا مرة ناستي بس عشان اكون صريح بس نتكلم على المستوى الاجتماعي احنا كانوا اقل هناك اي ما نتكلم على المستوى الفردي بالضبط صحيح بشكل صحيح الكلام ده اكيد ما احد يحب يسمع لانه حقيقي بزيادة بس هو حقيقي اوكي اشتبعنا نسوي طيب ففي نهاية المطاف اللي احس من كلامنا هذا كله على اخر شي تكلمنا عنا واثنين اتفقنا في ان في نهاية المطاف هذا قاعد يشكل كاوس قاعد يشكل فوضى والفوضى هي سبب نسباب التطور اكيد في النسبة لي انا ممكن احد يشتلف او يتفق بس لا بد من هذا الشي ليش الفوضى ستصير نرجع لانك على المستوى الاجتماعي تبحث عن القيمة الاسمة فبتخلص من الحاجات الديتيلز هذه في النهاية توصل الى القيمة السمية والله جابت هالأديان في قالب ومن بداية الانسان اساسا القيمة موجودة بس احنا قاعدين نحن نحن بحطة بأحسن صورة وكلما وصلنا الى القيمة السمية راح نروح نبحث عن قيمة اسمة واسمة واسمة زي ما قلنا نرجع للغطاء نرجع للبرايباسي انك لما تغطيها قيمتها تزيد بعدين لما تشيل الغطاء داتا حقك نرجع للبراين تشيل الغطاء من مخك لانه الناس احيان الشركات الكبيرة تعرفوا كل شي عنك فقلت القيمة بعدين منوصل الى قيمة اسمة وهذه بتساعد في تطور الانسان بشكل ايجابي هنا اقدر اقول ان احنا نسعى ان احنا نخلي الانسان يكون في احسن صورة وكان حتى القرآن يتكلم عن هذه المفاهيم نعصي الآية بس عارف اللي تقصدها واساسا ما يختلف هذا الفكر مع الفكر الاسلامي او المسيحي لانه لما نرجع الى الطبقة العليا ما تختلف هذه فانا حتى لو قلت كلمات تكون تخلي الواحد كرينج الظاهر يقوله كرينج واشي قول هذا تعرف في النهاية انا دي المفاهيم كلها اساسا في مثالي ما ادري من مقول انه تتحس ان افكارك مختلفة عنهم فانت تناقشهم في النهاية تستكشف انك قاعد اساسا تدعم افكارهم بس انهم يناقضوك مع انك قاعد تدعم الافكار الموجودة عند الاشخاص العامين ما ادري اذا هو الفكرة وصلت اولا بس لك شوفوا وراي كنت الكلام ده ان المسألة مسألة لاتي بي هذا ما اعتقد انا اعتقد اذا كنت انت او كنت انت لفت في نهاية المطاف اي شيء انت بتقوله واي شيء اللي معاكس لك بيقوله توني وثنيكم قاعد تسوي نفس الشي ترى في نقطة لازم ان انعلق عليها طيب لدينا 5 مينوات 5 مينوات انظر هذا منظوري الشرح انه مستوى 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 مبني على مبدأ الاحتمالات ما في عشان كده مثلا صعب انك تقول فيه absolute truth الحقيقة المطلقة ما في احد يقدر يوصل للحقيقة المطلقة لقد ما في احد يقدر يوصل لكن يقدر يؤمن بالحقيقة المطلقة ففي مبدأ الاحتمالات شغال من اللي حط مبدأ الاحتمالات هذا هنا توصل الى الفهم الخلق والكون واش معنا هذا اللي احنا فيه كله ليش انت تقول مثلا نقول هذا الكرسي طاح كده تقول مثلا احنا نقول سبحان الله الفيزيكس خلاه يصير كده فيه ناس تقول الفيزيكس خلاه يصير كده فيه ناس تقول الحض مثلا واحد يمشي في الشارع وتعرقل حضه سيء داكن يوم طيب هي نفسها سبحان الله هي نفسها الفيزيكس هي نفسها المسببات اللي سببت هذا الشخص كلها نفس الشيء لكن الليبل مختلف الأنوان مختلف الكلمة مختلفة وهذا الاختلاف الكلمة يخلي المعنى يختلف هذا يصير هذا إيمان وهذا علم في النهاية they're explaining the same fucking shit ففي النهاية لما نرجع أنا أحب أن يزوم آوت على كل شيء فـ مبني على تخلي نسميه نظرية الاحتمالات فيه الـ هذا موجود الـ الـ فيه الـ بس أنت في نفس الوقت لأنت سألتني في البداية هل أنت قررت هذا القرار لو إذا كان قريبا لك فأنا أقول لك ثلينهم فالـ هذا بنى هذا الشيء وبوم يشتغل لحاله حتى لو بعدين لما جيت للنظرية التطور تقول لـ واذا تقول أنت إحنا كنا قرود وإن نظرية التطور ما تقول إحنا قرود بس أن الناس عندهم الـ الانسان ذكي جدا أنه يكون إفشنت أنه خلاص لأخذ الشورتكات ما يحتاج إلى التفسيرات هذا هذا ما نبغى الـ عطينا من الآخر فـ السيستم شغال ويمشي وذلك ذلك زي ما قلت تربي فالـ الـ who made this system or تم ثم تربي 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 فالتالي هي موجودة في كل مكان تربي 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 نحن لا نعرف كثيراً عنه نحن لا نعرف شيء نحن لا نعرف شيء نحن لا نقول الفلسفة في الوجود الكوني وحتى الوجود على الكرة الأرضية فالسيستم موجود شغال فيه الاحتمالات وفيه القرار اللي انت تسوي فكين يو الاجتماعات تحدث الاجتماعات تحدث باستماعات تحدث الاندومنس والقرار اللي انت تفكر ان انت قاعد تاخده نحن لا هذا جيد 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 احبت هذا المجد مره تمام لن نتحدث عن هذا توفيق شكراً لك خمسين دقيقة خمسين ثانية هذا منسبة لي مجرد في كاريري صراحة وانا مجد فرحان ومجد فخور انك انت كنت اول واحد في هالستب هذي في هالتس عشان الكورونا شكراً لك شكراً على الدعوة ودواعي صغوري شرف لي وانا ايوشي اوشغلك في المجتمع انا قدره وانا متأكد ناس كثيرين قدروه اللي تقول بغض النظر انه في ناس تختلف او تتفق اياك اه فهو راح يسبب فوضى او خلنا نحطها ليبل احسن بسبب تغيير لكن انا متأكد ان الهدف نبيل وانت تسعي للقيمة السمية لكلنا نبحث عنها ولهي صلاة المجتمع شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم